إن أعداد أصوات المؤيدين 216 والرافضين 210 القرار قد تم تبنيه دون أي اعتراض وقد تم وضع القرار الآن ومنصب رئيس مجلس النواب الآن قد تم قراره بأنه خالي إذن مشاهدين تم عزل كيفين مكارثي من رئاسة مجلس النواب الأمريكي 216 صوتا قرروا عزل مكارثي أما الأصوات الباقية فكانت ضد العزل إذن الآن منصب رئيس مجلس النواب أصبح خاليا كما تم الإقرار به منذ قليل الخطوة التالية إذن هي أحد طبعا يعني يجب الجمهوريون أن يرشحوا أحد الجمهورين يترشح وأيضا يقرر الجمهوريون من سيكون رئيس مجلس النيابي